فعلا لاحظنا هذا السنة بأنه كان تراجع في معدلات اتقاف الحكومة والمؤسسات المتخابة بشكل عام درجة عالية من اتقاف هذه المؤسسات دي الأمن بالنسبة لها الحد الأدنى للحصول على الاستقرار الاستقرار تقصد به الأمن يعني خاص يكون أطعامهم من جوعين وآمنهم من خوف اتقاف هذه المؤسسات تتعني حالة الفوضى الحزاب السياسي والبرلمان والحكومة والنقابات هي المؤسسات التي تحضب أقل درجة من اتقاف مرحبا بكم هالأتقا السياسية في المغرب في تراجع هذا السؤال كان موضوع استطلاع ري أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات الذي يرأسه هو الأستاذ محمد مصباح نتائج دي للأستطلاع كانت مفاجئة تراجع في التقا في الحكومة تقريبا 26 نقطة مقارتا مع 2022 كان المغاربة عبروا على أنهم كتيقوا في مؤسسات مثل الضراك والجيش والأمن وحتى وزارات بحل الداخلية ووزارات الأوقاف في حين أنه تراجع اتقاف المؤسسات التي هي منتخابة سنعجع للتفاصيل من هذا الاستطلاع مع الأستاذ محمد مصباح ولكن قبل ذلك أعرف بالمعهد المغربي لتحليل السياسات فهو معهد مغربي تأسست سنة 2018 معهد مستقل الأستاذ محمد مصباح هو باحث في علم الاجتماع السياسي باحث في معهد شاتام هاوس أحد أشهر معاهد البحث في بريطانيا اشتغل أيضا مع معهد كارينجي للسلام العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية ومع معهد أخرى هذا رابع استطلاع رأي يجريه المعهد منذ سنة 2019 وهو متخصص أساسا في موضوع اتقة المواطنين في المؤسسات يعني اتقة السياسية والتقة الاجتماعية هذا البحث جراه المعهد بشراكة مع الصندوق الوطني الديمقراطية وهو مؤسسة أمريكية أفتر محمد مصباح مرحبا بك مرحبا كانت من النتائج المفاجئة أو المتيرة في هذا الاستطلاع هو أنه تقع في الحكومة في تراجع من تقريبا 26 نقطة مقارنة مع آخر استطلاع درتوه في 2022 وأيضا المتيرة أن مواطنين لا يعرفوا رئيس حكومة 3-8% قالوا يعرفوا رئيس حكومة ولكن ما تسؤلوا سيكون هو رئيس حكومة تقولوا إما تقولوا عزيز أخنوش أو تقولوا عبد إله بن كيران أو سعد ديل عثماني يعني كيفاش رأي ديركم ونطبع ديركم حول هذه النتجة شكرا على استضافة وليوم 24 فعلا لاحظنا هذه السنة بأنه كان تراجع في معدلات اتقاف الحكومة والمؤسسات المنتخبات بشكل عام حزاب السياسية والبرلمان مقارنة مع سنوات الماضية يعني إذا شفنا المؤشر ديرتقاف هذه أربع سنوات كانت ضعيفة في فترة قبل كوفيد يعني كانت 23 مثلا في الحزاب السياسية وفي الحكومة كانت تفتهي في 30% تقريبا ارتفعت في فترة كوفيد الواحدة الفترة ارتفعت بسبب الإجراءات الحكومية الانداك وكالمواطن في لحبال يحتاج داعم إلى آخره كان جهد إلى آخر يعني كان نحن من تنطرح السؤال على الحكومة تكون تقييم شامل الحكومة طبعا ارتفعت أكثر وصلت للمستوى قياسي السنة الماضية اللي هو 69% يمكن هي أعلى نسبة نهاية 2021 يعني بداية في 2022 نعم 69% السنة الماضية الماضية نتائج نستفجأوا قالوا كيفاش هذا الارتفاع طبعا ارتفاع السنة الماضية كان مرتب أساسا يعني في 2022 كان مرتب أنه سنة انتخابية جاءت حكومة جديدة وجوه جديدة كان هناك وعود والتزامات يعني انتخابية من طرف حزاب لتسعدات الحكومة وبتالي المواطن كان يتأمل أنه يكون هناك تغير وهذا هو بحل هذه الاتقال المرتفع أنا ذاك هو نوع من التعبير على الأمل الذي كان يحضر المواطنين أنا ذاك بأنه الأوضاع ستصغير نحو الأحسن طبعا هذه السنة نخفضت بـ 26 نقطة كما ذكرت الوصلة 43% تقريبا مشابهة ما قبل ما قبل كوفيد ونفس الأمر بالنسبة لأحزاب السياسية والبرلمان يعني تفسير تفسير لدينا عنده ثلاثة العناصر الأساسية اللول هو المعتب الاقتصادي هد يعني سنة تطعف الجفاف ونسبة تضخم عالية والحرب على الأوكرانية والتداعية ديالها والتداعية ما بعد كوفيد طبعا ارتفاع طبعا أسعار المحروقات وغلاء المعيشة وهذا بالمناسبة طرحنا عليهم سؤال أيضا شنو تقيكم أو مدارضهم على الوضع الاقتصادي العام على مجموعة الأسئلة على الوضع ديال البلاد وفين ما هي الأمور ولك الوضع الاقتصادي العام 70% قالوا بأنهم غير رادين على الوضع الاقتصادي يعني هما ساخطين أو غير رادين على الوضع الاقتصادي في حين النساء الماضية كان يلا 50% يعني 20% إضافية التي تعبروا على أنهم غير رادين تماما على الوضع الاقتصادي في أثبات ما هي تستطيع أيضا أنه كينتيقة في المؤسسات غير المنتخبة يعني في الجيش في الدارك في الأمن الوطني وحتى في وزارتين يعني في اللي إشرت لهم اللي هي وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف وشؤول الإسلام هذا طبعا من الأمور اللي هي أيضا ما تتغيرش كتير في مؤشر التقال يعني هذه النتائج المتعلقة بالمؤسسات السيادية أو المؤسسات الغير منتخبة هي دائما كانت مرتفعة وبالمناسبة حتى البروميتر العرامي من بين نتائج ديالون وفي منطقة شرق العوسط وشمال إفريقيا عموما هذه المنطقة تتعرف درجة عالية منتقاف هذه المؤسسات ديال الأمن هذا المؤسسات يمكننا نقرأه على الشكل التالي هو أنه هذا النوع من المجتمعات اللي نحن فيها هي مجتمعات سلم ماسلو تتركزها على البقاء على قيد الحياة يعني بالنسبة لها هالتقاء هو بالنسبة لها لحد الأدنى للحصول على الاستقرار استقرار تقصد به الأمن يعني خاص يكون أطعمهم من جوعين وآمنهم من خوف يعني بالنسبة لهم هذه المنطقة تخاصي كل حد الأدنى فغياب تقف هذه المؤسسات تتعني حالة الفوضى بالنسبة لهم وتشوفوا أيضا ما يقع في دول أخرى ففي نظري ماشي بالضرورة هذا مؤشر إيجابي لأنه المطلب ديالك الأعلى هو أنه الحصول على الأمن يعني متى تقدر تمشي لمساوية أكتر في تحقيق الذات ويكون تركيز على تنمية الإنسان فالمجتمعات التي تكون فيها تنمية الإنسانية محدودة تتركيز غير إلى البازيك على الحد الأدنى وهذا في نظري هو إيجابي من زاوية أنه على الأقل لأن الحد الأدنى من تقاف المؤسسات التي تتضمن لك السير العادي للحياة ولكن إلا بغينا نبني المجتمع الذي يجلبون نموذج تنموى الجديد الذي تركيز على الإنسان هو مصدر تنمية وتكون في حرية تعبير نعم ماذا عن التقاف في الأحزاب السياسية في النقابات في المجتمع المدني؟ المجتمع المدني حالة خاصة لكن وقنا بأنه الأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة والنقابات هي المؤسسات التي تتحدى بأقل درجة من التقاف يعني مثلا هي أقل من 50% المجتمع المدني ممكن بدرجة أكتر وأيضا كتشفنا مثلا من بين نتائج المهمة هو أنه هات السنة بالضبط كان تراجع في التقاف التعليم الخصوصي السنة الماضية كانت تعليم الخصوصي وتعليم العمومي كلاهما مرتفعا بالعكس في فترة كوفيد كانت تعليم الخصوصي ارتفعت أسهم حتى الـ 80% تقريبا احتاق بالكوفيد بالمناسبة هات السنة 50% يعني التعليم العمومي التعليم العمومي بقتابة في درجة التقاف تقريبا لكن تعليم الخصوصي خسرت 30 نقطة في هذه الأربع سنوات تعتقد بأنه هناك تدمر للأسر بسبب ارتفاع الرسوم وربما حتى الجودة التعليم الخصوصي ما أبقتش تظهر بأنها تقدم شي منتوج أحسن وتنظن أنه يحتمع الأزمة الاقتصادية يعني ارتفاع التكاليف التعليم الخصوصي مع هذه الأزمة التي تنعيشها فالمواطنين تعتقد بنا تدخلي تمثلات هذه المواطنين مجالة المهم المهم بالنسبة لنا هو أن النظاة العمومية مازال تحضر بابتقاد جزء مهم من المجتمع وهذه مسألات نظرية يجب البناء عليها طيب بالنسبة لأحدى الملاحظات التي مطيرة أيضا في عينة التي تشكل من ألفين شخص الذي كان هذا الاستطلاع من حوار التواصل معهم وقد يرجعوا للنقش وهذه العينة وهو أنه توجيه سؤال حول الانتماء السياسي الجمعوي لهذه العينة فتبين بأنه لا أحد من المستجوابين ينتمي إلى أي حزب سياسي جوش في المئات قريبا لقالت بأنها تنتمي للحزب السياسي جوش في المئات من مجموع المشاركين طبعا هي نسبة المجتمع المدني المجتمع المدني ستفلمية لأنه داخل المجتمع المدني داخل فيه حتى الجمعيات المحلية يعني أغلبية المنتمين ليست جمعيات مثلا سياسية أو تقافية وغيرها ولكنها تكون محلية يعني جمعيات القرب وغيرها لاحظنا وهذا أيضا من الأمور التي اكتشفناها لأن الشرطيقات يسمح لنا نشوف هذه التطور عبر الوقت لاحظنا بأن المشاركة السياسية والتقافية السياسية عند فئات مهمة في المجتمع المغربي أن نقل بأنها محدودة تظهرها وخصنا نأخذها في مجموعة المؤسرة ونقرأها كأن هذا الانتماء للأحزاب السياسي جونس في المياه تنسو لهم سؤال خاص باهتمامهم ومتابعتهم للشأن السياسي ثلاث أربع من المواطنين المغاربة إما لا يتابعون نصف لا يتابعون إطلاقا و25% نادرا ما يتابعون يلا 25% اللي يتابعوا مما مرة مرة أو يتابعون بشكل مستمر يعني عندك الربع ديال المواطنين المغاربة هما اللي ميتمين بشأن سياسي ثلاث أربع غير مهتمين عندك أيضا تل بنقسوناهم واشتبرتوا عرائد واشتبرتوا شاركتوا في مقاطعة الانتخابات أو مقاطعة اقتصادية مقاطعة اقتصادية اللي طلعت حوالي 29% 30% من الناس اللي قالوا بإنهم تشاركوا في مقاطعة اقتصادية يبدو لي أنها الأقل الكلفة والأسهل ولنمر طبط المستهلك لأن الواطن هو برجاء ولا مستهلك لكن بشكل عام أيضا السؤال اللي ترحت في الأول على المعرفة بإسم رئيس الحكومة وبأسماء مختلف المؤسسات رئيس مجلس مستشعرين رئيس مجلس النوى ب6% فقط من المواطنين اللي قالوا أو ما تضطر عليهم شكو هو الأغلبية السحقة ما تعرفوش الاسم ديالو نفس الأمر بالنسبة الرئيس الحكومة يدعي 83% أو لا يقول 83% بأن هم تعرفو ولكن تطرح عليهم سؤال آخر فتتختلف الإجابات أغلبية يقول من كيرا لأتماني أخلوش غيرها من الأسماء أيضا تعرفو الأدوار ديال الأحزاب السياسيات تعرفو الأدوار ديال البرلمان جزء من هم قالوا نعود نطرح عليهم السؤال ما هم مات يستطيع إجاب الفكرة التي نقول هنا هو أن التقافة السياسية محدودة مجهودات في التربية المواطنة مجهودات تربية المواطنة التي تعرف المواطنة بالدستور والقوانين أو هذا مشاركة وعية هذه المشاركة الانتخابية يوم الاقتراع هذه مشاركة لحظية لكن بناء المواطنة تطلب مشاركة نشيطة وعية وهذا لا يمكن أن يقدر إلا عن طريق بناء تربية المواطنة نصبعاً نتقذل للثيقة الاجتماعية يعني الثيقة لمغاربة فيما بينهم مثل الأسرة المحيط ديالهم مع الأجانب إلى آخرين كان هذا محوار أيضاً في الأسئلة التي وجدتها لهذه العينة كنت نرى بأن هناك ثيقة في الأسرة وثيقة في أئمة المساجد وثيقة نسبياً بجيران أو مع الأجانب كنت تقول لنا على نتائج بتوسط لفظ المزاع اتقال الاجتماعي أكثر تباتاً من تقال سياسيا هذا ليس في المغرب وفي العالم تقريباً كامل لأن تقال سياسيا تترتبط بالأحداث السياسية والوضع الاقتصادي وغيره اتقال الاجتماعي هي أكثر تباتاً لم نمسنا فيها بثاف ديال التغيير عبر السنوات تكون ولكن ليس كبير ولكن في خلاصات مهمة اللي يمكن نقولها هو أنه المغاربة تتقف الأسر ديالهم القريبة الأسرة اللي تعيشوا معها بشكل يومي وشعال مما بعدنا من هاد الدائرة الديقة لديناس اللي تعرفوهم يعني الأسرة والعائلة والجيران والأصدقاء تتنقى الاصدقاء وهذه تنظن معروفة ولكن تتأكد هاد الدراسة أنه كل سنة تقريباً عندك الدرجة التقى العالية هي في الأسرة والعائلة ثم درجة متوسطة في الأصدقاء والجيران حوالي النصف المغاربة تتقوا في الجيران والنصف الآخر ما تتقوش فيهم هذه معطاة مهمة لأنه تتبين أيضاً بأنه كان تغييرات اجتماعية مهمة لنقبل كنجير كيف تتبين المساجد هذا سؤال جديد طرحنا هاد السنة لعد أول مرة طرحناه ولقنا بأنه نسبة مهمة حوالي 70 أو أكثر من 70% من المستجوابين قالوا بأنهم تتقيقوا وهذا تتبين أيضاً الدور المهم لسياسة القرد دور اللي ممكن ينعبوا إمام الحريف حل المشاكل المحلية والوسطة وأيضاً افتقال اللي تتبينها كـ أيضاً سأسألتون ممكن مغاربية ربط صداقة مع أجنبي أو مع ملحيد أو مع ميتلي هذه هي أسئلة هي؟ لا لا هذه اقترحناها كل سنة نفس الأسئلة هذه طبعاً تنطرحوا هذه السؤال باش نشوفوا قدرة المستجوابين أو المغاربة المستجوابين فربط علاقات من خارج هذه الدائرة البيئة يعني نشوفوا المستوى الثاني اللي هو كما قلت القدرة على الارب فوصلنا إلى هذه الخلاصة نقولها ونخليها أيضاً الوقت وأنه عموماً المغاربة يبدو أنهم يربطوا علاقات مع مسلمين بلد آخر مع لاجئين سوري أو جنوب إفريقي أكثر من أنه يربطها مع شخص لا يؤمن بالله أو مثلي جنسي هذه مسألة بالحقيقة هل تتبين من يدقاء الأمم المستوى؟ سنة الماضية كانت 11% الصراحة هاد السنة انخفضت مانيش أنا صراحة تفسير كي يكون بحال هاد التغيرات ولكن كي تكون بين 11 سنة الماضية والسنوات الماضية كلها كانت في هذه المسبة هاد السنة ثلاثة بلمية فقط في المسباح بريتنا في نهاية هذا اللقاء بنتكلم معك شوية على المنهجية لأعداد هذه البحث إن كتير من الناس غلي يتساءلوا كيفاش أنجيز هذا الاستطلاع يعني حسب ما تكرتم في هاد التقرير أو هاد النتائج اللي استعرضتوها اليوم الاثنين الماضي قلتوا بأنه تم استجواب ألفين شخص يعني عرفوا كيف تم اختيار هاد الألفين شخص وكيف كاش توزيع ديالهم وكيفاش تم التواصل معهم لملء هاد الاستمار؟ طبعا دراسة بنية على منهجية مضبوطة على مستوى العينة تم اختيارها بناء على إحساء العام السكان للألفين وعبعتاش حيث قمنا بوضع يعني خريطة السكان وخاصها تكون مماثلة لها في العينة اللي اشتغلنا على فاق اشتغلنا على العينة العشوائية الطبقية يعني اخذينا ثلاثة ديال الكوطات الجنس يخصيكوا في العينة خمسين في المائة خمسين في المائة والجهة هلين جهة المملكة كاملين وكتكون مطابقة لعدد ديال السكان طبعا والعالم القراوي والعالم الحضاري هما هدو ثلاثة ديال بالنسبة لاختيار العينة العينة كانت الفين في الدراسات ديال استكلاعات الرأي من الف ومائتين فما فوق لكت العينة مضبوطة تجيب ليك نتائج مماتي لما تختلفش يعني نسبة الهامش تكون ثلاثة في المائة الف ومائتين وشعل مزد تكبرت العينة اشتغلت شوية هامش الخطأ وهذه الاستمرار عن التعامل 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 أو التعامل التعامل عمرنا عبرنا عن طريق تقنية الكاتي وهي الكمبيوتر اسيست التليفون انترويو وهي المقابلة عبر الهاتف اتصال هاتفي تنتصلوا بالمواطنين تنشرحوا ليهم الهداف تنطلبوا منهم واشتوا يوافقوا من بعد الوافقوا وتنطرحوا عليهم الاسئلة انفواء تنعمروا الاستمارة لدينا طريقة تأكد من هذه المعطيات من خلال تأكد من دقة هذه المعطيات للجمعات وعندنا طريقة اخرى تسمى الـ External Validation هو التأكد الخارجي وانه تنطابقوا النتائج ديالنا مع دراسات اخرى انتجات في نفس الوقت مثلا السنوات الماضية كانوا جوجوش دراسات تطيروا في نفس الوقت واحدة ديال البروميتر العربي واحدة ديال مؤسسة دولية اخرى وعطت لنا النتائج ديالهم ونقشتها معنا النتائج ديال مؤشر تيقا كان مطابق تماما وذنا ايضا السنة الماضية اشتغلنا مع خبيرة ألمانية قدرت لنا التتبع المنهجي ديال العمل ديالنا باش انه يكون موافق للمعايير العالمية في جمع المعطيات هاد الهواتف ديال المواطنين اللي تواصلتوا معهم كيفاش حصلتوا عليهم باش نتواصلوا معهم واشكين شي طريقة اللي كتنظم هاد العملية ايه طبعا انا اشتغلنا مع شركة مجال تخصوص ديالها هو هذا عندها جميع التراخيص لقيم هاد العملية وطبعا المتن تصلوا بالناس سيخبروهم بالموضوع باسم المؤسسة وبان المشاركة في هاد الاستمارة هي طوعية ما كنحتش حاجات تلزمهم ومن هاد الالفين ارات رحنا تصنب ستلاف اخرين يعني في المجموعة رحنا من الاف شخص اللي تواصلنا معه اللي طبعا اغلبيتهم اما الهاتف ما تيجاوبش او لا تيرفضي جاوب او لا تيبدأ معك المقابلة وما تيساليش هاد العملية كلها بهذا الشكل يعني هي في نهاية المطاف العمل كم فرودي اخد شهر اخذت الشهر بسبب هاد المسارة ايضا بانسبل هاد الفئة تقريبا الاعمار ديالهم اللي الفئة اللي ما بين 18 سنة و 45 سنة تشكله كتر من 70 فلمات قريبا من الفئة المستجوابة والاوجور ديالهم اقل من 8000 درهم وكتحت من 3000 درهم يعني او اشهده كان مقصود الاختيار الهد المستويات ديال الدخل لا لان اوذتي اعكس ايضا حتى المساوى للدخل للمغاربة وحتى السن يعني الاغلبية ديال المواطنة اذا شفنا هرم السكان في المغرب اغلبية السكان 75 فلمات اقل من 40 سنة يعني الان 63 فلمات اقل من 35 سنة يعني المغرب مجتمع بازال شب تالي هاد الفئة لازم تكون حاضرة بالنسبة للدخل ايضا اغلبية السكان وهذا احتب الاش تي بي تدخل بانه 55 فلمات الى الاصار تتعيش بين 3000 و 5000 درهم يعني او 6 عالم درهم يعني هاد الفئة اللي تتكون حاضرة اكثر اصحاب دخول العالية محدودة في المغرب وبالتالي احتفل الاستمارة ستكون نفس الشيء سيمي صباح شكرا جزيلا على هذا اللقاء متتبعينا في موقع اليوم 24 شكرا على متابعتكم وإلى المتابعة سياراته كشكرا